موسيقى موسيقى دور اللي بتلعبوا أدوار كبيرة جداً إحنا إزاي ندخل الشباب في الرياضة هو الرياضة بتبدأ من قبل أربع سنوات يعني في بعض الألعاب علمياً يعني إحنا عارفينه بتبدأ قبل أربع سنوات إحنا عندنا الجنباز عندنا السباحة بتبدأ قبل أربع سنوات بيبدأ من بعد ست سنوات لغاية تقريباً 11 سنة مجموعة من الألعاب أو الرياضات بتاخد شكل وبعد كده الباقي اللي هي الأعمار المختلفة فهي المراحل المختلفة اللي إحنا بنشتغل فيها على التنمية والتنشئة المتكملة للنشأ والشباب بنشتغل من خلال الرياضة هذا الدمج وهذه التنشئة يعني الإنسان الرياضي الرياضة بتقاومه من ناحية أو ناحية البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية سلوك الرياضي أكيد بيختلف عن سلوك الرياضي ليه؟ لأن الرياضة بتهزب هذا الجانب الجانب الشيب بالشكل البدني والقوة العقلية والقوة البدنية أكيد الرياضة بيحصل لها تأثير الفرد دائماً مع فريق بيسمع كلام المدرب بتاعه ليه أمل وليه هب وليه نموذج يحتزى به الجانب الاجتماعي بتلعب فيه دور الرياضة بشكل كبير جدا تحفزنا للشباب أنه هو يكون من خلال الرياضة مواطن صالح عنده ولاء لبلده وهو ده الرسالة السامية عشان كنا نعمل المشروعات القومية اللي بنبدأ بيها ولو فيه جزء فوق في الرياضة القومية في الرياضة البطولة تبقى للقوانين فيه بينشأ خلافات واختلافات بنحاول أن احنا ننزل شوية للمستوى الأكبر بنركز وزارة استراتيجيتها بتختلف بندخل لحل المشاكل فيما يرتب بالدولة والبلد وإنما يكونش فيه قدوة غير صالح أنا داخل أساسا بفكرة وعرضتها واتعرضت وإزاي نحنا نطور وما نرتبطش بعمل بيروكراطي بلاك الشباب شيء مهم جدا 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 وشوفنا يعني سيد الرئيس تكلم كتير جدا استراتيجيت بناء الإنسان فبلاك الشباب هي الشيء الحيوي زي الجسم ما فيه عمود فقري زي الجسم ما فيه سباينال كورد ده النخاع الشوكي اللي بيمر فيه الكهرباء من مخ في كل حاجة مركز شباب موجودة في كل حتة موجودة في المستوى الاقتصادي الاجتماعي العادي والمتوسط والعالي ده مركز شباب موجود فيه البدو والريف والحضر موجود فيه المتعلم واللا متعلم موجود فيه الأسر بأنواعها اهتمامنا بمركز شباب وهو اهتمام بالشعب المصري